أحكام النون الساكنة والتنوين للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام الإظهار الإدغام الإقلاب الإخفاء الحكم الأول وهو الإظهار الحلقي وهو إظهار النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة قبل حروف الحلق وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء يقول الإمام الجمزوري صاحب تحفة الأطفال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء ومجموعة في كلمة أخي هاك علما حازه غير خاسر وعلامته في المصحف نجد النون الساكن عليها سكون أو التنوين الفتحتين بهذا الشكل فوق بعضهما بالضبط أو الكسرتين مثل الفتحتين والضمتين يكون بهذا الشكل فوق بعضهما مثل في النون الساكنة من أحد نجد النون الساكنة هنا عليها سكون لأنها مظهرة بعد حرف من حروف الإظهار وهو الهمزة وهنا تنوين بعده حرف أيضا من حروف الإظهار سواء عليهم الضمتين فوق بعضهما بالضبط مثل هذه لأن بعدها حرف الإظهار وهو حرف العين فإذا جاءت نون ساكنة أو تنوين بعده أي حرف من هذه الحروف نظهر النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة وهذه أمثلة للإظهار الحلقي مع جميع الحروف مع النون الساكنة سواء في كلمة أو كلمتين ومع التنوين في كل أحواله مع الهمزة في كلمة وينأونى في كلمتين من أحد مع تنوين بالفتح عذابا أليما تنوين بالكسر عذاب أليم تنوين بالضم عذاب أليم نون ساكنة قبل حرف الها في كلمة واحدة منه في كلمتين منهاد تنوين بالفتح بعده حرف الها فريقا هدا تنوين بالكسر بعده حرف الها جرف انهار تنوين بالضم بعده حرف الها سلام هي نون ساكنة بعده حرف العين في كلمة واحدة أنعمت في كلمتين من عندي تنوين بالفتح بعده حرف العين شاكرا عليما تنوين بالكسر بعده حرف العين شيء عليم تنوين بالضم بعده حرف العين سواء عليهم نون ساكنة بعده حرف الحا في كلمة واحدة ينحتون في كلمتين من حيث تنوين بالفتح بعد أو حرف الحاء عليما حكيما تنوين بالكسر بعد أو حرف الحاء حكيم حميد تنوين بالضم بعد أو حرف الحاء غفور حليم ننساكنا بعد حرف الغين في كلمة واحدة فسينغضون في كلمتين من غل تنوين بالفتح بعد أو حرف الغين ماء غدق تنوين بالكسر بعد أو حرف الغين عذاب غليظ تنوين بالضم بعد أو حرف الغين أجر غير ننساكنا بعد حرف الخاء في كلمة واحدة والمنخانقة في كلمتين من خوف تنوين بالفتح بعد أو حرف الخاء عليما خبيرا تنوين بالكسر بعد أو حرف الخاء حكيم خبير تنوين بالضم بعد أو حرف الخاء عليم خبير الحكم الثاني وهو الإضغام وهو إضغام النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة في ستة حروف وهي اليا والراء والميم واللام والواو والنون وأقول الإمام الجمزوري صاحب تحفة الأطفال والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت وعلامته في المصحف نجد النون الساكنة ليس علي حركة هكذا والتنوين يختلف عن إظهار الفتحتين أو الكسرتين واحدة تسبق الأخرى والضمتين بهذا الشكل أيضا واحدة تسبق الأخرى ويسمى التنوين المتتابع أقسام الإضغام يقسم الإضغام من حيث الغنة وعدمها إلى قسمين إضغام بغنة وإضغام بغير غنة إضغام بغنة يكون مع حروف اليا والنون والميم والواو يقول صاحب تحفة الأطفال لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة بينمو علما وهي حروف ينمو أربعة أحرف مثلا فمن يعمل أو ورعد وبرق أو من مثله أو عن نفس أما الإضغام بغير غنة يكون مع حرفي الراء واللام فقط يقول الإمام الجمزوري والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه مثلا من ربهم أو ولكن لا ويقسم الإضغام من حيث الكمال والنقص إلى قسمين إضغام كامل وإضغام ناقص الإضغام الكامل وهو ذهاب ذات حرف النون وصفاته في الحرف التالي ويشدد الحرف التالي ومعنى ذلك أن النون تذهب تماما مخرجا وصفة وتضغم في الحرف التالي إضغاما كاملا وعلامته في المصحف تعرية النون الساكنة أو تتابع حركتي التنوين وتشديد الحرف التالي ويكون مع أربعة أحرف وهي الميم والنون والراء واللام لكن ننتبه الإضغام الكامل أيضا يقسم إلى قسمين كامل بغنة وكامل بغير غنة الإضغام الكامل بغنة يكون مع حرفي الميم والنون وندغم النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة في الميم أو النون إضغاما كاملا بغنة ونغن حركتين مثل من مثله عن نفس أما الإضغام الكامل بغير غنة يكون مع حرفي الراء واللام وندغم النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة إضغاما كاملا بغير غنة في حرفي الراء واللام مثل من ربهم ولكن لا أما الإضغام الناقص وهو ذهاب ذات حرف النون وبقاء صفة الغنة لتدل عليها ومعنى ذلك أننا لا ننطق النون من مخرجها لكننا نخرج غنة مقدارها حركتين قبل حرف الواو أو الياء وعلامته تعارية النون الساكنة أو تتابع حركتي التنوين وعدم تشديد الحرف التالي يكون مع حرفي الواو والياء فقط فندغم النون في الواو أو الياء ولا نخرج النون من مخرجها لكننا نخرج غنة حركتين مثل فمن يعمل ورعد وبرق تعالوا نتدرب على أمثلة للإضغام بنوعيه الإضغام الكامل والناقص والذي بغنة والذي يكون بغير غنة مع النون الساكنة أو التنوين في كل أحواله ودائما يكون في كلمتين النون الساكنة ما حرف الياء من يقول تنوين بالفتح ما حرف الياء قريبا يوما تنوين بالكسر ما حرف الياء لقوم يؤمنون تنوين بالضم ما حرف الياء وبرق يجعلون النون الساكنة ما حرف النون إن نحن تنوين بالفتح ما حرف النون عظاما نخرة تنوين بالكسر ما حرف النون يومئذ ناعمة تنوين بالضم ما حرف النون حطة نغفر نون ساكنة ما حرف الميم من مثله تنوين بالفتح ما حرف الميم هدى من تنوين بالكسر ما حرف الميم بسورة من تنوين بالضم ما حرف الميم أزواج مطهرة نون ساكنة ما حرف الواو من وال تنوين بالفتح ما حرف الواو حبا ونباتا تنوين بالكسر ما حرف الواو جنات وعيون تنوين بالضم ما حرف الواو ورعد وبرق نون ساكنة ما حرف الراء من ربهم تنوين بالفتح ما حرف الراء شهاب الرصداء تنوين بالكسر ما حرف الراء عيشات الراضية تنوين بالضم ما حرف الراء غفور الرحيم نون ساكنة ما حرف اللام ألن تنوين بالفتح ما حرف اللام صف اللا تنوين بالكسر ما حرف اللام يومئذ لله تنوين بالضم ما حرف اللام نفس لنفس الحكم الثالث وهو الإقلاب وهو قلب النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة ميما مخفاه تغن حركتين إذا جاء بعدهما حرف الباء وذلك للتيسير على اللسان يقول الإمام الجمزوري صاحب تحفة الأطفال والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء ونجد علامته في المصحف النون الساكنة عليها حرف الميم بهذا الشكل أو التنوين سواء المفتوح أو المكسور نجد في المفتوح فتحة واحدة فقط وبجوارها الميم مثل الميم التي على النون وبالنسبة للكسر نجد كسرة واحدة وتحتها الميم أو بجوارها على حسب طبعة المصحف والتنوين المضموم أيضا نفس الكلام ضم واحدة وبجوارها الميم مثل هذا الشكل مثل من بعد أو صم بكم أمثلة للإقلاب مع النون الساكنة أتت في كلمة وفي كلمتين في كلمة واحدة مثل لا ينبذن نلاحظ أن النون عليها الميم التي عرفنا شكلها ولا يوجد عليها أي تشكيل لأنه أتى بعد حرف الباء فتقلب النون ميما مخفاه ونغن حركتين لا ينبذن أيضا هنا أنباءهم نون الساكنة أتى بعد حرف الباء هنا في كلمتين من بعد نفس العلامة نجد النون الساكنة علي حرف الميم بهذا الشكل فنقلب النون الساكنة ميما مخفاه ونغن حركتين من بعد أمثلة للإقلاب مع التنوين تنوين بالفتح أتى بعده حرف الباء نجد فتحة واحدة فقط وبجوارها حرف الميم فنقلب النون الساكنة ميما مخفاه ونغن حركتين سميعا بصيرا ومع الضم صم بكم ومع الكسر كسر واحدة فقط والميم التي عرفنا شكلها زوج بهيج الحكم الرابع هو الأخير الإخفاء الحقيقي وهو إخفاء النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة قبل خمسة عشر حرفا وهي وجمعها الإمام الجمزوري في أوائل كلم البيت صف ذاثنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما وعلامته في المصحف نجد النون الساكنة معرى ليس عليها أي حركة والتنوين أيضا متتالي ليس فوق بعضه واحدة تسبق الأخرى سواء المفتوح أو المكسور والمضموم كذلك مثل وما أنزل من قبلك وطريقة الإخفاء تكون بتحويل مخرج النون إلى مخرج الحرف التالي أي أننا لا نخرج النون من مخرجها بل تتحول إلى الحرف التالي ويستعد اللسان ويتهيأ الفم لتحقيق صفات الحرف التالي بمعنى أن اللسان والفم يكون في وضع الحرف التالي الذي بعد النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة مع إخراج غنة مقدارها حركتين من الأنف ويصاحبها صوتا من الفم من عند مخرج الحرف سبب الإخفاء وهو الحرف التالي ومعنى ذلك أننا نخرج غنة حركتين من الأنف ونخرج صوتا من عندي مخرج الحرف الذي يكون سبب الإخفاء من الفم أي أن الإخفاء الحقيقي نخرج صوتان صوت غنة من الأنف وصوتا من الفم من عند مخرج الحرف سبب الإخفاء وهو الحرف التالي للنون الساكنة أو نون التنوين الساكنة أما غنة الإخفاء من حيث التلقيق والتفخيم فاحفظ وفهم الغنة تتبع ما بعدها بمعنى تفخم غنة الإخفاء أو ترقق على حسب الحرف المتسبب في الإخفاء لأن اللسان ينتقل من مخرج النون إلى مخرج الحرف التالي والفم يكون في وضع الحرف المتسبب في الإخفاء في شكله وصفاته بمعنى أننا لا نخرج النون من مخرجها بل يتغير مخرجها إلى حرف الإخفاء أو المتسبب في الإخفاء واللسان والفم يكونان في شكل هذا الحرف في شكله وفي صفاته فترقق الغنة إذا كان حرف الإخفاء مرققا مثل الإخفاء قبل الدال أو التاء أو الذال أو الكاف أو أي حرف مرقق مثل أنزل نرقق وتنسونا أنفسكم وأنتم عندا كلها غنة مرققة لأن النون الساكنة أتى بعدها حرف مرقق وتفخم الغنة إذا كان حرف الإخفاء مفخما مثل الإخفاء قبل القاف أو الطاء أو الضاء أو أي حرف مفخم مثل من طيباتي هنا حرف الطاء حرف مفخم نفخم الغنة لا نرققها وأيضا تنظرون ينقضون ينصرون كلها غنة مفخمة لأن الحرف الذي أتى بعد النون الساكنة من الحروف المفخمة وهناك مراتب للإخفاء نجد أن حروف الإخفاء الخمسة عشر حرفا منها القريب جدا من النون وهي حروف التاء والدال والطاء فهي قريبة جدا من النون فهذه الحروف هي أعلى مرتبة للإخفاء ومن هذه الحروف ما هو بعيد وهما حرفي القاف والكاف فهما في أدنى مرتبة للإخفاء ومن هذه الحروف يتوسط لا هو قريب ولا هو بعيد وهي باقي الحروف وهي الصاد والذال والثاء والجيم والشين والسين والزاي والفاء والضاد والضاء أمثلة للإخفاء الحقيقي مع جميع الحروف للتدريب معنون الساكنة مع جميع الحروف والتنوين مع جميع الحروف لكن انتبه الإخفاء في أي مرتبة وهل الغنة مفخمة أم مرققة فاعرف هذا جيدا وطبقه جيدا مع الصاد ينصرون قاعا صف صفاء الغنة مفخمة لكن مع الذال الغنة مرققة أنذرناكم ظل ذيء ومرققة مع الثاء من ثقلت جميعا ثم وأيضا مع الكاف منكم رسول كريم ومثلها الجيم فأنجيناكم صبرا جميلا وأيضا مع الشين مرققة من شر من شر يومئذ شأن لكن مع القاف سنفخم الغنة فانتبه ينقضون شيء قدير ونرققها لأنها قبل السين نقول وَتَنْسَوْنَا وَتَنْسَلَا يَوْمَئِذِنْزُرْقَا وَالْفَامُ رَقَّقَا وأيضا أَنْفُسَاكُمْ جَاعِلُونْ فِي ومثلها التام رققة أنتم عَدْنٍ تَجِرِي لكن الضاد هنا نفخم وننتبه من ضريع قوما ضالين وأيضا مفخمة لأننا هنا عند الضاء تنظرون ظلا ظليلا أسأل الله أن يؤسر لكم حفظ القرآن الكريم وأجمعكم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ولا تنسوا الشرح المفصل للنون الساكنة والتنوين وأيضا مخارج الحروف وصفاتها والسلام عليكم